وأكبل عليه غاية الإقبال الله عبره صلاة يتسل بها روح المصل عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في هزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ذلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم واللهما صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرغوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم الغديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتطليم والتكريم نفدت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيدة التصوير للعالم المتلك الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصي الكمال المتلك والحسن التام والزيد فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأسلاب الكريمة والمتون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موت استقراره ومودع فروجه صلى الله عليه وقد قدت الأقدار الأزلية بما قدت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الظاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر ونورا حيار الأفكار ظهوره وبهر صلى الله عليه فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لاتفي بعشر معشار أوصى في ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وسلم وإلا فأنا تعرب الأكلام أنشؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تنوين ما حفظته من سيار أشرف المفلوقين وما أقربه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وسلم وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين لا تعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى السماع أوصى فيها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروه ذلك النعيم اللهم صلِّ وسلِّم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل إما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شان هذا الحبيب من أخبار وآسان يتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزها في هدائقه الأسمع والأبصار وقد بلغنا في الأحادث المشهورة أن أول شيء فلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاق بسنده أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمني أخبرني أن أول شيء فلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول نبينا في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وسلم وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال القصوصية صلى الله عليه وسلم فاستودعت هذا النور المبين أسلام وبدون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من ظلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب للقدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضبته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله عليه وسلم فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشحر بعد الشهر من حبله وقرب وقب روزه إلى عالم شهادة لتنبسط على أهل هذا العالم الفيوضة فضله وتنتشر فيه آثار مجره الصميم اللهم صلِّ وسلِّم أشرف الصلاة والتسليم على تيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه وقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقات جواهر كنوزه صلى الله عليه وكل دابة لكريش نطقت بفصيه العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلاب من بركاتي وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمقة بعتر الفراه بملاقات أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الذهور بعد تنقله في البطون والذهور صلى الله عليه فأذهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعذيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صلِّ وسلِّم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صلِّ وسلِّم وبرك عليه وعلى آل وصحبه فحين قرب أوان ودعي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيه النأب الترحيب وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تَعِدْ سُبْحَانَ اللَّهُ وَالْحَبْدُ لِلَّهُ وَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَ اللَّهُ وَالْحَبْدُ لِلَّهُ وَالْحَبْدُ لِلَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ والقدرة قشفت قناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم النهور نورا فاقا كل نور وأنفد الحق هكما على بنتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط المبدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود ففلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود بلعين لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا حبيب السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبي سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول يا هلاء مساني فهزاروا اليوم بغراد واستطيعوا في جمالي يا رسول سلام عليك يا حبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبي سلام عليك يا صلوات الله عليك قدنا المشعى بساعدين مجتمر ليس ينفى حيثه في العصان يَا مَعَالْفَ أَغْرَ الْمُؤَمَّةَ يَا نَبِي سَلَامْ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ سَلَامْ عَلَيْكَ يَا نَبِي سَلَامْ عَلَيْكَ أَبْي سَلَامْ عَلَيْكَ يَا نَبَيْكَ يَا نَبِي سَلَامْ عَلَيْكَ يَا نَبِي سَلْ قُلَّهَ اشتركوا في القناة 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 مرحبا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة